وجدت عليمات غمضة معروب إمزة حمضة جدت عليمات غمضة معروب إمزة حمضة القنال الثمان وعيش في أمريكان قنال الثمان وعيش في أمريكان كاللكم سيشافرين موسيقى مساء الخير أهلان وسهلان ومرحبا الأستاذ محمد أغناج صديق فيسبوكي اعتزوا بصداقته ولكن علاش لأنه محامي بها الدر البيضاء واحد من أبرز المحاميين المتطوعين للدفاع عن المعتقلين السياسيين للحراك المغربي بالريف نقطة رجع الستر كانت عندنا صفحة ديال الرصد المغربية في نسختها الأولى اللي كان فيها ما يزيد على 4.700.000 معجب تم الهجوم عليها من طرف الميليشيات الإلكترونية للنظام وتم التبليغ على الصفحة وتسدات نشئنا صفحة أخرى كهية رصد المغربية دابا كيتراوح العدد المعجبين بها يناهز 732 ألف معجب حتى هي دابا تتم التبليغ عليها بش تسد أوكي شنه المناسبة دياله الكلام هذا المناسبة هي انه الحد اللي فات وبالضبط استغوشت 2017 تم اعتقال واحد من الأدمينات ديال صفحة رصد المغربية و ديال الموقع الإلكتروني ديال رصد ماروك اللي هو السي عبد الكبير الحر بمراكش أيام قليلة قبل العراسية دياله كنه يبرز في العمارية صدقوه برزوه في الفارغونت من بعد اعتقلوا سي أدمين أخر اللي هو السي عمار أغبين و دبا جاري الأمور على أساس انه يعتقلوا أدمينات خرين ديال صفحة الرصد المغربية أوكي التهمة طبعا هي الإرهاب الإشادة بالإرهاب وتحريض الناس على العسيان مزيان هاتش كل شي مزيان الاسم ديالي هو شافيق العمراني رقم البطاقة الوطنية ومعلومات خرى موجودة في الصفحة الرسمية ديالي ولا في الحساب الرسمي ديالي على الفيسبوك لمزيد من المعلومات ملقب بالعروب في أمريكا نبغي نقول بأنني أصرح وأعترف وأنا في كامل قوايا العقلية ولست تحت تهديد أي جهة من الجهات ولست تحت أي ضغط وأي تعديب سوى معناوي أو جسدي والدليل هو أنني كنصور حضاري مزيان بخير ما كلي ندور قاعد الكاميرا تشوفوا بإنما كينتشي واحد للجهة الأخرى ديال هاد البيت اللي كنصور فيه هاد الفيديو بمعناه ما كينحتشي ضغوطات ودالي الأخر هو الابتسامة بمعناه أنا أعترف بدون بدون ضغوط أعترف وأصرح أصرح بما يلي أنه منذ اليوم الأول لإنشاء صفحة رأس المغربية والموقع الرسمي دي الرشد ماروك وكان الاتفاق على أساس أن الإنسان الوحيد والوحيد فقط ليتحمل المسؤولية القانونية والجنائية والأخلاقية ديال كل ما ينشر على الصفحة وعلى الموقع هو هذا العبد الضعيف الماتل أمامكم والناس اللي تعتقلوا دابا السياد الكبير الحر السي عمر أغبين هما ديزادمين اللي المهمة ديالهم تنحصر في مهام تقنية محدة المهمات ديالهم المهمات ديالهم مهمات تقنية محدة ولا مسؤولية لهم في كل ما ينشر كان بزاف ديال اللي زادمين معنا في الصفحة وفي الموقع لي كان البعض منهم اللي مكلف باسترجاع الصفحة واسترجاع الموقع إلى تم القرصانة دياله وتم القرصانة ميرارا وتكراران وكان مسؤولية خراء اللي عندها علاقة بكل ما هو تقني أما كما قلت وعاود الكرة أن المسؤولية القانونية والجنائية والأخلاقية اللي كي تحملها هو هذا العبد الماتل أمامكم اللي الاسم ديالي شافيق العمران يعني أول كنتحمل مسؤولية كاملة على كل ما ينشر في صفحة الرصد المغربية وفي الموقع الإلكتروني ديالرصد ماروك كما قلت كنقول هاد الكلام وأنا في كامل قواية العقلية والجسدية ولست تحت تأثير أي تهديد كيفما كان نوعوه تنقول هالكلام باش يتعتبر كوثيقة بالصوت والصورة لي تبرئات لي زاد مين اللي تشدو السياد الكبير الحر وسي عمار أغبين ولزاد مين اللي غادي تشدو من بعد هذا تيت تعتبر وثيقة لي تبرئات الناس اللي كتشدهم السلطات طبعا هاد هاد الشدان مجاش اعتباطيا توقيت ديالو تختار بعناية فائقة علاش لحقاش صفحة رصد المغربية كانت من المهمات ديالها اللي خضت على العاتق ديالها هي تسليط الضوء على كل فواجع اللي تعوشوها البوساطاء والبؤساء في مغربنا الحبيب وصفحة رصد المغربية كانت واحدة من بزاف ديال الصفحات لدعمات الحراك المغربي في الريف بواحد شكل كبير بزاف وكانت الضريبة ديالها الدعم هادا هو هاد الاعتقالات والدولة غدا في هاد الاطار ديال تكميم الافواه غدا في هاد الاطار ديال انه نولي وكا نعيشو في واحد البلاد اللي غتولي اسميتها مملكة الصمت مملكة الرعب تم الاعتقال ديال السرابع الابلق اللي هو المرسل ديال الموقع بادي الانفو تم الاعتقال ديال رئيس تحرير ومدير ديال الموقع ديال بادي الانفو علاش نحقاش موقع ديال بادي الانفو تقريبا تقريبا مهم كان من بين المواقع الجريئة والحرة والمستقلة اللي دافعات بشكل رهيب جدا على الحراك المغربي في الريف وصفحة رصد المغربية حتى هي كانت من بين الصفحات اللي دافعات وما زالت الدافع على الحراك المغربي في الريف بكل جرأة وبكل حياة ديال خدينا على عاتقنا منذ تبسيس صفحة رصد المغربية والموقع ديال رصد ماروك على اساس اننا نتخاطبوا مع مع الشباب في المغرب ومع جميع الفئات العمرية نتخاطبوا معهم باللغة ديال الشاب تنحاولوا ما امكن اننا نتكلموا معهم بالداريجة علاش لحقاش المتقاف عندنا في المغرب تتكلم بعربية فصحة او لا تتكلم بفرنسية اللي ما تفهمهاش السواد الاعظم حتى القاريين ما تفهموش فهمه بالك بالناس اللي ما قارينش ولذلك اخذينا على عاتقنا اننا نتكلموا بلغة بسيطة جدا بداريجة باش نوصلوا داك شي وصفحة رصد المغربية كانت واحدة من بين الصفحات اللي سهمت بشكل كبير بزار في في زيادة الوعي السياسي عن شريحة كبيرة دي المغاربة اذا الضاريبة احنا تنشوفوها الضاريبة هي تكميم الافواه تهمة تقيلة جدا اذا فاشتجيها لا تعرف ما يجيش شي واحد ويبدي يقول بان بان قول كلمة الحق في اليوتيوب ما عنداش ضاريبة الا عندها ضاريبة هذا اللي تتكلم معك رتي اعتارف بانه هو المسؤول على هد على هد تهم وشنه هي التهم تهم والارهاب تهمة خطيرة جدا ما كان شي واحد فوق الكرة الارضية اللي يقدر يتبنى ويتحمل المسؤولية هدية التهمة تقيلة من هدى النوع هدية التهمة ذي الارهاب خطير جدا وحنا تنعرفوه بان السلطات في المغرب واحتى الاجهزة الاستخباراتية في المغرب تتنسق على اعلى مستوى مع الاجهزة الاستخباراتية في امريكا اذا إذا كان الاجهزة الاستخباراتية والسلطات العليا في المغرب استطعت بجهد بسيط انها تضغط على اجهزة اوروبية بانها تسلم لها شخص بتهمة ترويج المخديرات فما بالك بتهمة تهمة ارهاب تهمة خطيرة جدا جدا والماتل امامكم تعترف بهذه التهمة ولكن مزيان انه تنويرا للرأي العام المراكشي لحقاش السعب الكبير الحور من المراكش وتنويرا للرأي العام المغربي والرأي العام الدولي اين تتجلى او اين يتجلى هذا الارهاب الارهاب يا سادة هو ان صفحة رشد المغربية في نسختها الاولى كان عدد المعجبين بها كيتجاوز 4.780.000 عضو تم اختراقها من طرف الميليشيات الاستخباراتية المغربية وتم نشر فيديو لكتائب الشهيد عز الدين القصام الجانح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس ونشروا هاد الفيديو وتم تبليغ على على الصفحة عند فيسبوك على اساس انها تتروج للارهاب وفعلا تم اغلاق الصفحة وعاودوا وعاودوا لك على اختراق مؤخرا اختراق الصفحة ونشروا فيديو حماسي ديال كتائب الشهيد عز الدين القصام الجانح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس وتم التبليغ وباقي جاري التبليغ وخاء من اجل باش يسدوه الصفحة ولكن هاد المرة اختار النظام على اساس انه تسد الصفحة اللي باقى مفتوحة لحد الان وفنفس الوقت تستغل هاد الفرصة لتصفية الحسابات علاش باش مبقتاش يصوت عندنا في المغرب اللي تيدافع على الحراك الشعبي في الريف وفي المغرب صفحة عامة اوكي لي نفترض جدلا لي نفترض نفترض جدلا انه حنا اللي انشرنا الفيديو الحماسي ديال كتائب الشهيد عز الدين العصاء القصة الجناح الاسكاري لي حركة المقاومة الفلسطينية حماس واش حركة المقاومة الفلسطينية حماس واش مون الضمائر هادية للاجابة على هاد السؤال يكفي الاشارة انه مجموعة من الكوادر ديال حركة المقاومة الفلسطينية حماس كتزور المغرب بانتظام كتدخل وكتخرج من المطار الدولي ديال الدار البيضاء ديال محمد الخامس في الدار البيضاء تدخل و تخرج بكل حرية كوادر الاكتر من هذا انه رئيس المجلس رئيس المكتب السياسي ديال حركة حماس اسماعيل هانية مؤخرا في 26 يوليوز 2017 ارسل رسالة لمحمد الساديس و تنشرات في مواقع مغربية و دولية ارسل رسالة لمحمد الساديس على اساس انه هو رئيس لجنة القدس الاكتر من هذا انه رئيس المكتب السياسي السابق اللي هو خالد خالد ميشل زار المغرب في 2012 و احتفاليه في مؤتمر ديال الحزب اللي كترأس الحكومة الحالية اللي هو حزب العادة الاثنمية و تم استقباله استقبال الملوك في المغرب و استقبلته حتى حركة التوحيد والاصلاح في حفلين باهيج ما زال منشور في اليوتيوب اللي بغى يطالع عليه واللي بغى يطالع حتى على الاستقبال الملكي اللي ادار الرئيس المكتب السياسي السابق خالد ميشل اذا الى كانت الحركة ديال حماس مشي منظمة ارهابية فطبيعي جدا ان الجناح العسكري دياله احتى هو مشي منظمة ارهابية الى كان الجناح العسكري لحركة حماس منظمة ارهابية فبالتأكيد ان المنظرين والسياسيين ديال الحركة احتى هو ما غدا يكونوا ارهابيين هالكلام قلناه للتوضيح طبعا للتوضيح وتنوير الرئي العام لمحلي المغربي والرئي العام الدولي و انا رح تحت احتى الاشارة لاي وثيقة يمكن يرسلها ليا الاستاذ المحامي سي محمد اغناج لي اتبات هاد الكلام اللي تنقول بالوثائق ما عندي حتى شي اشكالي لانا الاستاذ سي محمد اغناج كي تبنى هو الان في هيئة دفاع ديال السعب الكبير الحر ولذلك ذكرت الكلام دياله في الاول هاد شي ما كان اه علش قلنا هاد الكلام وعلش تنأكد عليه لانا لا تزروا وازرة وزراء اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم لا يعقل اطلاقا بان الابرياء يكونوا في السجون وواحد تصرح بالصوت والصورة على انه هو المسؤول التهمة هذه ديال الارهاب حيدناها التهمة ديال التحرد انا عندي فيديو في اليوتيوب حرت الناس على اساس انهم يخرجوا في مسيرات في يوم عيد العرش للمطالبة بحقوقهم الشرعية والكانونية يكن عمس وتم النشر ديال الفيديو ديالي في صفحة رصد اذا من المسؤول على التحرد؟ انا ولا واحدين اخرين حرت على الخروج في عيد العرشرة خرجوا مغاربة في برشلونة الفيديوهات ما زالت توتق في اليوتيوب خروج بكميات هائلة جدا جدا والسواد الاعظم ديالهم كانوا من النساء كانوا تتقدموا المسيرة ديالبرشلونة في مسيرة صمود اللي اتبهروا بها بزاف ديال الاوروبيين هدي في ما يخص التحرد على ايين ما كنتش بغى نطول في هاد الفيديو ولكن مزيان على التوضيح باش ما يبقاش شي لبس واذكر قبل من نسى بان حقوق النشر وحقوق التوزيع ديال هاد الفيديو هادي غير محفوظة اطلاقاً اللي بغى تليشارجه ويعود يأبلوديه في اليوتيوب دياله او لي يبرتجيه من هاد اليوتيوب او اللي بغى يتليشارجه ويبرتجيه في الواتساب مزيان ما كنتش يمانيه الاساس هو ان هاد الشهادة هادي التاريخية توصل الاغلب المغاربة باش يعرفوا باننا في السجون المغربية مشدودين الناس ابرياء والمتهم الرئيسي ها هو ماتل امامكم والسلطات في المغرب عندها كيفاش تنسق مع السلطات هنا لتسليم مجرم الخاطر متهم بالارهاب متهم بنشر فيديو حماسي لكتائب شهيد عز الدين القصام هادا ما كان اوه اوه نتمنى باش الاستاذ المحامسي محمد اغناج ياخد الفحوة ديل هاد الفيديو هادا بكل جدية لحقاش كينا جوج ديل الاحتمالات يا اما يتخذ هاد الكلام هادا بجدية اللي انا بغيه يتخذ بجدية والميلف ديال الرصد المغربية ياخد واحد الاتجاه اخر غير الاتجاه اللي مرسوم ليه سلفا او لا يتم التغاضي على هاد الفيديو هادا ويتم يعني يديروا ليه عيني ميكا ويبقاوا الناس ابرياء مشدودين في الحباسات والعقوبة ديال العقوبة ديال الارهاب عندنا في المغرب قد تصلوا الى المؤداد وقد تصلوا حتى الاعدام نطلب من اي واحد في الجهاز القضائي في المغرب وفي هيئة المحامين انهم يكونوا قد المسؤولية وفي هاد المناسبات نبغي نحيي بزاف كل محاميين الشرفاء والشريفات اللي طوعوا باش يدافعوا على المعتقلين السياسيين في الحراك المغربي في العيف علاش؟ لحقاش هادي واحد الفرصة تاريخية وباب محلول للتاريخ اللي بغت يدخل ما كان فيه لا بواب لا والو اللي بغت يدخل اي محامي دابا مطوع وتيخسر من جيبه باش يدافع على المعتقلين السياسيين في المغرب إلا ولاده 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 والاحفاد ديالولاده غادي يعتزوا ويفتخروا بأن واحد من العائلة ديالهم كانت يدافع على المعتقلين السياسيين في المغرب في 2017 هدش مكان أذكر بأن الله من وراء القصد وهو عليه السبيل وذلك مستقل قوله تعالى في صورة نحل آية سعد وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين صدق الله العظيم حفظكم الله ورعاكم وستدخطكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موسيقى